نجأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبد الحميد بيبا من محاولة اغتيال وسط العاصمة الليبية طرابلس وبحسب مكتب أدبيبا وأحد أفراد عائلته فإن سيارتين مصفحتين أطلقتا وابلا من الرصاص على سيارة أدبيبا والموكب الخاص به عند جزيرة باب تاجوراء وسط العاصمة هذا وأفاد مصدر مقرب من أدبيبا للشرق بأنه في حالة صحية جيدة ويتواجد في مكان آمن يتجه البرلمان الليبي اليوم لتشكيل ما سمي بالحكومة البديلة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد بيبا رئيس مليس النواب عقيل صالح أعلن مؤخرا أن المجلس سيصوته على الجلسة أو خلال الجلسة على اختيار رئيس للحكومة من بين المرشحين فتح باشاغة وخالد البيباص مضيفا بأن الهدف هو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن يأتي ذلك في وقت كرر فيه رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد بيبا تمسكه بالسلطة رفض عدد من مرشحين رئاسة الليبيا توجه لتشكيل حكومة انتقالية جديدة لإدارة شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات أو الانتخابات المؤجلة محدرين في الوقت ذاتي من أنها قد تعطل السلام الهش في البلاد نحن نرفض رفضا تاما تشكيل أي حكومة انتقالية في ظل هذه الحكومة رغم أننا غير مقتنعين بأداء هذه الحكومة ولكن الحكومة هذه تعهدت بالأمس في لقاءة مع رئيس الحكومة عبد الحميد بيبا تعهدت بين تقود هذه الحكومة فترة انتخابات في شهر يونيو القادم 2022 خارج الطريق القادمة أعتقد أنها تمثل إرادة من الصاخة ومن كتبها زيادة التعزيم زيادة تعقيم تعميق المشكلة يطالت مدة بقاء الأسلام التشريعية في المشهد وبالتالي خارج الطريق لا تعنينا بأي صورة نصورة بعد فشل إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في ديسمبر الماضي إثر خلافات قانونية والسياسية تتوصل الأزمة في ليبيا وسط تحركات دولية لمساعدتها في تسوية الوطن بعد فشل إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في ديسمبر الماضي قالت المستشارة الأمامية بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز إن إجراء انتخابات وطنية شاملة وحرة ذات مصدقية هو الرد الوحيد الممكن على طلب الشعب الليبي والسبيل الوحيد للوصول إلى تحقيق السلام في البلاد إلى ذلك أعلنت لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب الليبي أنها اتفقت مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات على أن يتم موافاتها بجدول زمني للعملية الانتخابية وفق دستور مستفتع عليه التحركات البرلمانية الليبية تواصلت عبر طلب 15 نائبا من رئاسة البرلمان ترحبا باختيار رئيس حكومة جديد في الجلسات القادمة للمجلس لتشكيل حكومة تكنقراط مختصرة ذات مهام محددة في السابع عشر من يناير أعلن رئيس مجلس النواب الليبية قيل صالح انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مشيرا إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة وبعد جلسات للبرلمان وفي السابع من فبراير أعلن مجلس النواب الليبي قبل ترشح فتح باشاغا وخالد البيباس لمنصب رئيس الحكومة خلفا لعبد الحميد الدبيبة مما زاد من الخلافات السياسية من جديد بين البرلمان والحكومة تصعدت حدة الخلافات فأعلن الدبيبة أنه لن يسمح بمراحل انتقالية جديدة وأن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها حتى تسليم المهام لحكومة منتخبة رافضا قرار البرلمان الليبي بشأن الترشحات وفي العشر من فبراير الحالي تعرض رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة لمحاولة اغتيال في العاصمة رابلوس بينما أكدت مصادر للشرق أن الدبيبة لم يصب بأي أذى اشتركوا في القناة